نبقى في شأن القطري حيث كشف موقع نورديك مونيتور تلقي منظمات مشبوهة على صلة بتنظيم القاعدة الإرهابي ملايين الدولارات من جمعية قطرية تدعي أنها خيرية ومتهمة أيضا برعاية الإرهاب ووفقا لبيانات مسربة حصل عليها موقع نورديك مونيتور فإن مؤسسة تدعي حقوق الإنسان والحريات والإغاثة الإنسانية وهي مؤسسة تصنف نفسها على أنها غير حكومية تلقت 85 مليون و200 ألف ريال قطري بين عامي 2012 و2018 وكشفت المعلومات أن جمعية عيد الخيرية القطرية قدمت التمويل في 81 دفعة على مدى أربع سنوات بعد عام من اندلاع الصراع الأهلي في سوريا حيث دعمت جماعات مسلحة وميليشيات متطرفة كما ساعدت الجمعية القطرية ذات الغطاء الخيري في تمويل عمليات المؤسسة العالمية في أوروبا وجنوب شرق آسيا وإفريقيا وكذلك في أمريكا اللاتينية يذكر أن مؤسس جمعية عيد الخيرية القطرية عبد الرحمن النعيمي مدرج على قوائم الإرهاب بسبب ارتباطه بتسهيل وصول الدعم المالي للقاعدة في العراق والصومال واليمن بالإضافة إلى عمله كمحاور قادة القاعدة في العراق والمانحين في قطر ترجمة نانسي قنقر